هكذا مندوب مصر دائم لدى الأمم المتحدة سفير أسامة عبدالخالق اعتزازه بتكريم مصر في إطار الاحتفال السنوي الذي نظمته الأمم المتحدة لتخليد دور حفظة السلام تزامنا مع الذكرى الخامسة والسبعين لعمليات حفظ السلام الأممية وعشر المندوب الدائم لمصر إلى تقدير السكرتير العام للأمم المتحدة لدور مصر الأساسية ومساهماتها بقوات حفظ السلام في كبرى البعتات تابعة للأمم المتحدة حيث شارك أكثر من 30 ألف مصرية على مدار عشرات السنين مؤكدا أن الميدالي التي تلقتها مصر تعد فرصة لتجديد الالتزام بمواصلة العطاء والإسهام في المنظومة الأممية لحفظ السلام